إن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد موضوع حلقتنا اليوم كيف تعرف لا سمح الله أنك مصاب بمرض روحي مس أو سحر أو عين المسألة في منتهى البساطة سهلة جدا الأصل في الكلام اللي ننطلق منه كتاب الله سنة محمد صلى الله عليه وسلم سلف الأمة باب الرقية باب الاجتهاد فيها واسع جدا ولكن على الضابط اللي ذكرنا الكتاب والسنة طيب كثير من الناس عندوا علامات عين أو سحر أو مسهو ما يشعر أصلا بعض الناس يقول والله كنت أحب شيء سرت أكرهها أحب أهلي سرت أكره نفور من البيت نفور من الزوجة نفور من الزوج نفور من الأولاد نفور من العمل خمول كسل آلام متفرقة أمراض غريبة جدا يعني مرة يصاب بالسكر بعدين يرجع يفحص السكر والله سليم مرة مرتفع مرة منخفض أمراض في الجسم متنقلة حالات غريبة جدا آلام في الباطنة يروح المستشفى فحوصاته سليمة ما في شيء خمول كسل صمت اكتئاب قلة الضحك انطوائية أحيانا لا سمح الله يتمنى الانتحار والموت كل هذه الأعراض لها مسببات أحيانا يكون المسبب مرض عضوي أحيانا يكون مرض نفسي احنا نتكلم عن المرض الروحي المرض الروحي والمرض النفسي ما بينهم إلا شعره كيف نعرف أني مريض روحيا لا سمح الله المسألة بسيطة كما ذكرت قراءة سورة البقرة ليش اخترنا سورة البقرة إن شاء الله نتكلم عنها فيما بعد طيب أمسك المصحف أفتح القرآن أبدأ في سورة البقرة قبل البداية مهم جدا أنوي نية نية الرقية الشفاء اللهم إن كان سحر اللهم أبطله اللهم إن كان مسه اللهم أحرقه أطرده اللهم إن كانت عين أذهب عني حرها وبردها ووصبها طيب إذا نويت بهذه النية أقرأ السورة من أولها إلى آخرها أنا أقترح عليك أنك ما ترفع صوتك يكون ما بين الجهر والإسرار تسمع نفسك القراءة وتكون حدر ليه؟ عشان ما أفهم عشان ما أتعب وعشان أكمل السؤال ويا حبدة أني أتدبر بقدر المستطاع الآيات اللي موجودة ماشي بعد ما أقرأ الأصل أني أختار الوقت المناسب وقت النشاط ووقت الحيوية ما يكون وقت تعب حتى ما تداخل إلى الأعراض بعض الناس قبل النوم يروح يقرأ السورة وهو أصلا منهك تعبان لا كذا يقول والله نعس نعاس شديد ودخلت في النوم وهذا عرض من أعراض العين إحنا نقول لا اختار الوقت المناسب ووقت النشاط والحيوية تكون متفرغ تماما لقراءة السورة اقرأ السورة من أولها لآخرها إذا أنت إنسان سليم بإذن الله ألا بذكر الله تطمئنه القلوب راحة طمأنينة انشراح صدر سكينة معنويات عالية الحمد لله قدرت أكمل السورة ما فيه شيء أموري من أروع ما يقول إذا أنت إنسان سليم مئة في المئة إنسان عندك مرض لا سمح الله مجرد ما أن تقرأ في السورة تظهر عليك أعراض بعض الناس دموع غزيرة جدا بعضهم نعاس وتثاوب شديد جدا بعضهم آلام متنقلة في الجسم قشعريرة حرارة برودة زغللة في العين عدم التركيز آلام شديدة صارت تنقلة تنمل يد اليمنى يد اليسار أحس بتنمل في جسمي أحس بشي عضلات فخذي مثلا في نفضة في جسمي هذا كلها أعراض أني فيه مرض روحي إما سحر إما مسء إما عين طيب أكرر المحاولة اليوم الثاني إذا حصلت لي مثل هذه الأعراض أجرب أشوف إذا صار برضو مثل هذه الأعراض أنا عندي مشكلة أكرر اليوم الثالث إذا صارت مثل هذا معناته يقينا عندي مشكلة مرض روحي بشرط أني ما أدخل في الأوهام ما أدخل في الوساوس الأصل أني سليم الأصل أني ما فيه شيء الأصل أن القرآن شفاء بإذن الله طيب ليش إحنا اخترنا سورة البقرة سبب اختيارنا لسورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة لذلك كنا سورة البقرة فالإنسان المسحور أبدا ما يستطيع يقرأ سورة البقرة فهذا الفضل العام لسورة البقرة ويقول النبي صلى الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت اللي تقرأ في سورة البقرة وأخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي وبن حبان عن سهل الساعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة من قرأ في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاث أيام ومن قرأ في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليالي وفيها أيضا أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي أخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن أبي كعب رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أي آية أعظم في كتاب الله فقال آية الكرسي فقال ليهنك العلم أبا المسلم حديث أبي هرير رضي الله عنه حديث الزكاة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر فأتى آتي فجعل يحثو وذكر في آخر القصة أنه قال له داعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله يحافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فلما جاء اليوم الثاني غدا أبو هرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من كان يحدثك يا أبو هرير قال الله أعلم قال ذاك شيطان صدقك وهو كذوب وفي الصحيحين وأهل السنن وغير معنم المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه إذن سورة البقرة فضلها عظيم جدا داخل سورة البقرة آية الكرسي وآخر آيتين فإحنا اخترنا سورة البقرة من هذا الباب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجل حجة لنا لا علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وهو ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد دمتم في خلالكم